السلام عليكم طلاب المرحلة الأولى صباحي مسائي في كلية المستقبل الجامعة المحاضرة الخامسة للرياضيات التطبيقية للكورس الثاني راح نبدي بالمحاضرة هي المشتقات مشتقة الدوال المثلثية في هذه المحاضرة راح نتكلم عن مشتقة الدوال المثلثية اللي هي ترايو جونمتريك فانكشن أول شيء أنه إحنا لازم نعرف اليو اليو هي هنا تكون أي دفرينت أبول فانكشن أوف دي اكس يعني هي تكون أي زاوية أو أي دالة مشتقة المن للدالة ساين اكس هنا قدنا بعض القواعد اللي إحنا لازم هذه القواعد اللي تكون أدنى عنها آي دية أو لازم نحفظها قبل لا نبدي نشتق أي دالة مثلثية أول قاعدة تقول أنه أنا عندي مشتقة الساين هي كوساين مشتقة الساين هي كوساين والقاعدة الثانية تقول أنه أنا عندي مشتقة الكوساين هي شنو هي ناقص ساين ناقص ساين أيضا شنو عندي أدي مشتقة التان هي سيكة تربية ومشتقة الكوتا هي ناقص كوسكة تربية أيضا عندي مشتقة السيكة هي سيكة لكن نضربها في التان ومشتقة الكوسكة هي ناقص كوسكة نضربها في الكوتاين هذه هي قواعد المشتقات المثلثية اللي احنا لازم نحفظها قبل لا نبدي بأي حل لاشتقاق دالة مثلثية نرجع على الملخص اللي عندنا اشتقاق الدوال المثلثية مثل ما هنا نوضحني إذا كانت يو هي أي دالة يمكن اشتقاقها للأكس دائما اشتقها باليو بالنسبة لمن؟ بالنسبة للأكس وهذه هي القواعد الستة اللي يقلنا احنا لازم نحفظها نحن أخذ اكزامبل بسيط حتى نوضح بكيفية اشتقاق الدوال المثلثية اكزامبل فاين دي واي على دي اكس فور دا فالوينج فانكشا طبعا هذه الدوال راح تلقون أيضا حلها موجود في المنهج العام في المنهج العام لكن احنا هنا بسطناها في البي دي اف الملأخص إذن وي تساوي لي تان ثلاثة اكس تربيع إذن أول شيء أنا أجي أحدد شنو اليو اليو شقدت تساوي لي ثلاثة اكس تربيع ثلاثة اكس تربيع اللي هي قيمة اليو اللي شنو هي الدالة اللي اقدر اشتقها بالنسبة للأكس إذن اجي اطلع دي واي على دي اكس هو رمز المشتقة هنا أنا عندي واي وعندي اكس إذن دي واي على دي اكس واحنا مثل ما تعلمنا دائما الطرف الايسر هو يكون في الباصل والطرف الايمن هو اللي يكون في المقام إذن مشتقة التانية شنو هي سيكة تربيع أنزل اليو كما هي ثلاثة اكس تربيع بمن أضربها؟ أضربها في مشتقة اليو اللي هي شقد مشتقة اليو ثلاثة في اثنين ستة اكس لحد هنا أنا ينتهي حل السؤال مجرد ترتيب بسيط أعادل الدالة إذن أقدم ستة اكس مضروبة في سيكة تربيع ثلاثة اكس تربيع ناخذ مثال ثاني واي تساوي لي واي تساوي لي كوسك اكس زايد كوتك اكس الكل شبي مرفوع الى أس تربيع هنا نرجع الى قواعد المشتقات اللي أخذناها في المحاضرة الأولى إذن هنا مشتقة شنو هنا راح تكون مشتقة دالة أسية إذن هنزل الأس هنزل القوس كما هو الأس ناقص واحد اثنين ناقص واحد يبقى لي واحد في مشتقة داخل القوس هذي شنو مشتقة داخل القوس مشتقة الكوسك شنو قلنا ناقص كوسك في الكوتة زايد ومشتقة الكوتة هي الكوسك تربيع الاكس نرجع نساوي اعاد الترتيب المن للمعادلة راح تكون ناقص اثنين كوسك اكس هذي ستسحب عام المشترك كوسك اكس زايدا كوتة الاستربيع هذا طلعناها بالاعتماد على قواعد الدواد المثلثية اللي اخذناها بالكورس الاول حدنا ينتهي حل السؤال ناخذ اكزامبل ثالث y تساوي لي اثنين ساين x على اثنين ناقص x مضروبة في كوساين على اثنين هذي مشتقة طرح داننا من اخرى اذا اشتقها بالانو اوزع الاشتقاق على كافة الحدود المشتقة هاي الثاني للدالة الثانية هي مشتقة ضرب دالتين ليش؟ لان عندي x دالة والكوساين هي دالة اجي اشتق الدالة احنا اول شي لازم نشنو نكتب رمز المشتقة dy على dx تساوي لي مشتقة الساين هي كوساين x على اثنين والاثنين المعامل ينزل كما هو في قلنا شنو؟ في مشتقة اليو هذي شن هي؟ هذي هي اليو واحد على اكس باعتبار نصف اكس اذا شنو مشتقة نصف ليش؟ لان مشتقة الاكس واحد ينزل الطرح كما هو اذا قلنا هاي دالة اشتقاق شنو؟ اشتقاق دالة مضروبة في دالة اخرى اذا الاولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الاولى الاولى من هي؟ اكس تنزل الاكس كما هي في مشتقة الثانية مشتقة الكوساين هي ناقص ساين اكس على اثنين في مشتقة اليو اللي هي نصف زائد الثانية من هي كوساين اكس على اثنين في مشتقة الاكس هي واحد اذا دي واي على دي اكس تساوي اكس على اثنين ساين اكس على اثنين ليش؟ لانان هنا نانا بسطت الدالة انه دائما عندي نانا اش راح يكون عندي ساين تربيع و كوساين تربيع اللي هو غيمتهم واحد اذا انا هنا شنو راح ااخذ بعد مثال رابع واي تساوي لي تان تربيع الكوساين اكس اذن اليو جيد قيمته كوساين اكس هذه قيمة اليو تان تربيع هذه تعتبر مشتقة دالة اسية اذن انزل الاس تان ينزل القوس كما هو تان كوساين اكس اضرب في مشتقة داخل القوس مشتقة التان شنو سي كتربيع كوساين اكس اليو قيمة اليو تنزل كما هي في مشتقة اليو اليو كوساين مشتقة شنو ناقص ساين وهذه انا ما ابحث لكم اياها انه هذا داخل القوس نفسه هذه مشتقة داخل القوس اليو مشتقة التان كوساين اكس شنو سي كتربيع الاكس لان كوساين اكس هنا اللي اعتبارتها شنو اليو في مشتقة اليو قلنا لازم نضرب اليناقص ساين اكس هنا راح يكون فقط اعادة الترتيب للمعادلة راح تكون اثنين في ساين اكس تجيب المقدمة تان كوساين اكس في سيكة تربية كوساين الاكس ناخذ ايضا اكزامبل اخر طبعا انا عندي الاشارة سالب لان انا عندي سالب اكس زائد تان اكس واي تساوي لي صفر هذي شنو تدال له اشتقاق ضمني نفس ما اخذنا بالمحاضرة الثالثة الاشتقاق الضمني قلنا عندما تكون الاكس شبهها مضروبة في الواي او مجموعة في الواي او مقسمة او مطروحة الى ما تكون الاكس بمعزل عن الواي المعادلة مساوي لها للصفر اذا احنا قلنا بالاشتقاق الضمني اي من نشتق الواي بمن نضربها نضربها في دي واي على دي اكس اذا مشتقاق الآكس شكيت واحد زائد تان اكس واي مشتقاق الثان شنو سي كتربيع الاكس واي هاي شنو هاي قيمة اليو لازم بمن اضرب قلنا في مشتقاق اليو مشتقاق اليو شنو ضرب دالتين الاولى اكس في مشتقاق الواي هي واحد لكن بمن اضربها في دي واي على دي اكس زائد واي في مشتقاق الاجت واحد تساوي لصفر قلنا بالاشتقاق الضمني لازم اي من能توصل الى مرحلة انه دي واي على دي اكس تساوي قلنا انه نجمع الحدود اللي بيها دي واي على دي اكس اوين ابجهة والحدود اللي ما بيها اكس دي واي على دي اكس ابجهة وأقسم هنا طبعاً أقسم البعيد على القريب البعيد منه واحد زائد واي سي كتربيع الأكس على القريب اللي هو أكس سي كتربيع على الأكس وما ننسى إشارة السالب إذن إشارة السالب هنا إذن حد هنا ينتهي حل السؤال نأخذ مثال أي آخر وي تساوي لي سي كتربيع الأس أربعة أكس ناقص تان الأس أربعة أكس إذن هاي مشتقة شنو؟ مشتقة دوال أسية أجل أنزل الأس بالبداية سي كتربيع أس ثلاثة ليش لأن أربعة ناقص واحد لأن قلنا الأس ناقص واحد أكس في مشتقة داخل القوس مشتقة السي كتربيع شنو؟ سي كتربيع الأكس ناقص أيضا مشتقة دوال أسية حصير أربعة تان الأس جيد ثلاثة لأن أربعة ناقص واحد في مشتقة التان شنو؟ سي كتربيع لي مشتقة داخل القوس إذن نرجع أن نساوي أعادة الترتيب للمعادلة أربعتان أكس سي كتربيع الأكس هذه شنو سحبتها عامل مشترك شبقالي؟ سي كتربيع الأكس ناقص تان تربيع الأكس وهذه قيمتها شقد ساوي لي؟ واحد ليش؟ حسب قوانين الدوال المثلاثية اللي أخذناها بالكورس الأول إذن يبقى لي فقط أربعة تان الأكس سي كتربيع الأكس نأخذ مثال يقول برهن أن الطرف الأيمن يساوي للطرف الأيسر الطرف الأيسر شنو؟ تان اليوم والطرف الأيمن هو سي كتربيع اليوم لازم مشتقة التان تساوي لي سي كتربيع وهذا إحنا لازم انثبته إذن نأخذ الطرف الأيسر left hand side دي على دي اكس المل للطان يوم أول شي إحنا التان شي ساوي لي ساين على كوساين هسا أبدأ هنا شنو أشتق؟ أشتق مشتقة دالة كسرية مشتقة دالة كسرية إذن المقام تربيع المقام هو الكوساين في مشتقة الباست الباست ساين مشتقة شنو؟ ناقص الباست شنو ساين في مشتقة المقام اللي هو مشتقة الكوساين ناقص ساين على المقام تربيع إذن كوساين في الكوساين كوساين تربيع ساين في الساين ساين تربيع تساوي لي واحد على كوساين تربيع اليوم واحد على كوساين هي شو تساوي لي؟ سيكة تربيع إذن أنا ثبت أنه يساوي لي الطرف الأيمان واحد على كوساين أخذناه بالمحاضرة الخامسة بالكوس الأول بالدوال المثال أخذ الطرف الأيمان السيكة هي شنو هي؟ واحد على كوساين أنا أبدأ شنو أشتق مشتقة دالة كسرية المقام تربيع إذن المقام شنو؟ كوساين يو في مشتقة الباست صفر لأن مشتقة الثابت هي صفر ومشتقة الواحد صفر ناقص الباست واحد في مشتقة المقام مشتقة الكوساين شنو؟ ناقص ساين سالب في السالب موجب إذن ساين X على كوساين تربيع الـ X هنا شنو أسوي توزيع المقام؟ مرة أخذ الواحد على الكوساين ومرة الساين على الكوساين إذن واحد على الكوساين شي ساوي لي؟ سيكة والساين على الكوساين هو التان اليوم طبعا هنا تان اليوم إذن أنا أثبتت أن الطرف الأيسر يساوي للطرف الأيسر نأخذ أمثلة بسيطة نختم بها محاضرتنا Find GY على DX إذن أنا من الرمز عرفت وشي يريد مشتقة From the function For the function الدالة شن هي Y تساوي لي Sin تكعيب 2X إذن هاي مشتقة شنو دالة السية أنزل الأسر 3 بالبداية أنزل القوس كما هو الأسر قد يصير 2 ليش لأنه 3 ناقص 1 2 ما ننسى نشتق داخل القوس مشتقة السين شنو ناقص cos طبعا هنا أنا أكو إشارة سالب ناقص في مشتقة U 2X وقد مشتقتها 2 إذن هنا نشي يصير سالب 6 سين تربيع الأكس في cos 2X العفو هنا أنا ما أكو إشارة سالب لأن مشتقة السين cos سوري أعتذر مشتقة السين هي cos find dy على dx for the y تساوي لي تحت الجدر X تان ال-X قلنا إحنا ما عدنا قاعدة لإشتقاق الدالة الجدرية لمن أحولها أحولها إلى دالة أسية إذن شي يصير X 2X الأس نص ما صارت هنا أنا؟ مشتقة دالة أسية إذن أنزل الأس أنزل القوس كما هو الأس ناقص 1 نصف ناقص 1 ناقص نص في مشتقة داخل القوس مشتقة داخل القوس شنو؟ ضرب دالة تان إذن الأولى اللي هي ال-X في مشتقة الثاني شنو؟ سي كتربيع في مشتقة اليو اللي هي واحد زاد الثانية شنو؟ تاني ال-X في مشتقة ال-X هي واحد أسوي فقط إعادة ترتيب للمعادلة إذن حد هنا أحنا ختمنا محاضرتنا هذه النية تدريبات بسيطة هامويرك إن شاء الله تحلوننا إياها وإياكم مدرس المادة دعاء أحمد ياسين العماري إن شاء الله تستفادون من المحاضرة وتراجعون بها المحاضرة اللي ناخذها على طريق ال-Google Meet شكراً لكم وشكراً للأصغار